هي العودة للديار هذا ما ينشده ويأمله كل من خرج من بيته فما بالك بمن أخرج قصرا وظلما حق أصيل لا تنكره شريعة ولا يناقضه عرف ولا يمنعه قانون حق قد يفرض على صاحبه أن يسترده بالقوة إن تطلب الأمر ذلك وهذا الذي حدث مع المهجرين ظلما وعدوانا من مدينة بنغازي وكل مدن المنطقة الشرقية التي وقعت تحت الظلم وعدوان ميليشيات الكرمة لتتحرك سرايا الدفاع عن بنغازي حاملة معها عدل قضيتها في سبيل الرجوع لمدينتهم فهل يلامون في ذلك؟ الأمر الآخر نطمن أهلنا في ليبيا بالكامل إننا لسنا دعات حرب وإنما فرضت علينا واعتقدنا حق مشروع أن نرجع إلى مدننا لقد تحركات السرايا وسيطرتها على الهلال النفطي في طريقها للرجوع وإرجاع المهجرين إلى مدينة بنغازي لاقت ردود أفعال مختلفة فبين من رحب بها وتفاعل معها ورآها أملا في رجوع مدينة بنغازي لأهلها ولحضن فبراير من جديد بل يراها أولئك الذين قاسوا ظلم التهجير والخروج من بيوتهم من نازحي بنغازي ومهجريها يرونها طوق النجاة لهم وسبيلهم للعودة لبيوتهم ومدينتهم التي تسلط عليها مجرم الكرامة وكيف لهم أن لا يتفاعلوا معها وأبناؤهم هم المكون الرئيسي والأول لهذه السرايا على الجانب الآخر كان للساسة آراء مختلفة حول تحريك السرايا فبين من رآها خطوة ليست مدروسة ومغامرة غير محسوبة التكاليف وبين من رآها خطوة فيها نهاية تسلطه وإفساده فما كان له إلا أن يشرق ويغرب استنجادا واستغاثة ضاربا بكل التهم العمالة للخارج عرض الحائط فقد بلغت الروح الحلقوم والزلزال سيكون شديدا نوجه ملاحظة إلى أخواننا المصريين أخواننا المصريين يبدو أنهم شبه تخلوا عن المناطق الليبي مع أهمية وضع ليبيا بالنسلهم هي معركة قد فرضت على أهل بنغازي لم يختروها بأنفسهم ولكن أدعياء الكرامة لم يتركوا لهم غير هذا السبيل بعد رفضهم لكل الدعوات السلمية للتخفيف من معاناة بنغازي وأهلها